السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في قناتكم مطبخ حسناء سليف كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير ولا خير في حوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله ترحب جميع الأخوات اللي انضموا للقناة وترحب بالأخوات اللي كانوا معي منذ بداية القناة فكنشكركم شكر كبير بزاف بزاف على حسن المتابعة ديالكم على تعليقاتكم وعلى التشجيع ديالكم وعلى كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم أخواتي معي من شاء الله غدا نشارك معكم الغريبة المرشوشة اللي كتجي قمة فالروعة كتجي بنينة بوحد صورة كبيرة بزاف من شاء الله تجربوها بصحة والراحة ودنا الإعجابكم ولكنتو أخواتي أول مرة كتزروا القناة ما تنسوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد في القناة واندوزوا دب المكونات وطريقة تحضير الوصفة فخليوكم معي بإذن الله ولمكونات اللي غنحتاجوا فهذه الغريبة هذي فعندي ثلاثة ديال حبات ديال البيض ضيف شوية ديال الملح كاس ديال العنبة ديال السكر مايوه ديال 150 جرام كاس ديال العنبة ديال زبدة ديال العلب عندي كاس ديال العنبة ديال الجنجلان أو لسيمسم اللي غير مصهده الفران وتنطحن الجنجلان يعني نحاولو ما نطحنوش الجنجلان أو لسيمسم حتي تتعلق وإنما غيت تتحلينا بحلها كصفة كاس من الخميرة ديال الحلويات كيس من سكر الفاني والطحين تبقى على حسب الخليط وجوج مع الكبار ديال الكريمة ديال لوتس أو البخاليني ممكن نعودو بفلون كراميل كبير ديال ربع الدرهم ونطلق بكم إن شاء الله خواتي في المرحلة التالية دعوني بإذن الله إذا نبدأ على بركة الله سوف نأخذ القصرية سوف ندير فيها 300 قرام ديال الزبدة ديال العلب إذا كنا سوف ندير الزبدة ديال من أصل حيواني سوف نكتافيه بنصف كاس ديال الزيت في 300 قرام ديال الزبدة إذا كانت 250 قرام فندير ثلاثة ديال المعالق كبار ما يعادي ديال 4 كاس ديال الزيت تقريبا ودابة من كينة 300 قرام غدا نضيفه نصف كاس ديال الزيت صافي وضفت هنا يا 150 قرام ديال السكر وكيس من سكر الباني هنخدم المكونات مع بعضها مزيان بهذا الشكل هذا حتى نحصله على وحد الخليط اللي تكون كريمي ومن بعد غدا نضيف مجروج مع الكبار ديال الكريمة ديال اللوتس أو البخاليني أو نعوضو بالفلون كراميل ديال 4 درهم اللي تكون في السكر ونستمر نخدم مزيان فهذا المراحل الأولى دائما من الوصفة ديال دوازاتي ولا الغريبات ولا الصابلي نخدموا المكونات مزيانة راح تاقينا ما خدمناش المكونات مزيان فره العجين غطلق نفتة للزيت يعني نخدموا المكونات مزيان ومن يكونوا نضيفه في الطحين نضيفه غير بشوية بشوية ومن كتره الطحين إلى كترنا الطحين ولضفنا يعني المكونات أو لضفنا عفوان طحين بوحد الكيمية كثيرة فالعجينة ثانية غطلق نزيت فهذا هم الأسباب اللي تخليونا العجينة طلقنا الزيت سوا في الغريبات أو لف دوازاتي أو لف الصابلي فكن حصل على خليط بهذا الشكل هذا ومن بعد غدا نضيف ثلاثة ديال الحبات ديال البيض اللي ضيف عليهم شوية ديال الملح ونستمر نخدم مزيان كنأكد على هذا النقطة هذي أننا نخدمه المكونات بهذا الشكل هذا بشكل جيد صافي ونخدمه البيض ومن بعد غدا نضيف كاس ديال العنبة ديال الزيت ما يعادل مية وخمسين جرام ديال الزيت حتى عنده دور كبير في نجاح الوصفات فنستمر بهذا الشكل هذا كيما كتلاحظوا معي أخواتي ونطلق بكم شاء الله في المرحلة التالية باش نكملوا تتمت الوصفة فخليقوا معي بإذن الله وهنا كيما كتلاحظوا معي أخواتي غدا نضيف كاس ديال العنبة ديال الجنجلان أو السيمسم ممكن نعودوا باللوز اللي يكون يعني محمر في الفران غير يتصهد اللوز أو للكوكو فأيضا كتجي المذاق زوين في هاد الغريبة هذي ديال اللوز ديال الكوكو ونطلق بكم شاء الله في المرحلة التالية ونستمر ندخل في الطحين غير بشوية بشوية وبالأطراف ديال الأصابع حسين إذا بقنا ندخلوا الطحين وحنا تندلكوا ونطلقوا بالكف ديال يدينا على الخليط فرا غدي يطلقني نزيل هاد النقط كلها نقط أساسية ومهمة أخواتي في نجاح الوصفة وملقوا تم مشكل وحنا خدامين في الوصفة حتى بالنسبة للعجين ديال السابلي فنخدموا بنفس الطريقة اللي سنخدموا بها دوازاتي والغريبات نخدموا المكونات مزيان وكان بقوا نضيفه في الطحين غير بشوية 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 بهالطريقة وكان دخلوا الطحين غير بالأطراف ديال الأصابع بالهاد الشكل هادا كما كتلاحتم معي من دلكوش نهائيا العجين ونستمر بهالطريقة هادي نزيد ندخل الكمية اللي خاصة لي مزال ديال الدقيق شوية بشوية هاد الشكل هادا ونطلق بكم ان شاء الله اخواتي في المرحلة التالية حتى ناخد الكمية اللي خاصة لي ديال الطحين غي هو ما نقصحوش العجين بالزاف كنا عاود نأكد على هاد النقطة هادي باش ما اطلق شدنا العجين الزيت وباش الكوكو يقبط لنا في الوجه ديال الغريبة إلا كانت العجين قاصح بزاف فرا ما غادش يقبط لنا نهائيا الكوكو في الغريبة ومن الطيب الغريبة غي تسازل لنا الكوكو كامل من الوجه ديال الغريبة لأن العجين كان قاصح فانستمر اخواتي كما كتلاحظوا معي خليت المراحل كلها باش يكون ان شاء الله كل شي واضح فهدي هي الطريقة اللي كندخلوا بها الطحين في السوائل اللي عدنا بهذا الشكل هادا كما كتلاحظوا معي هانتوما سوف ينطلق بكم ان شاء الله اخواتي في المرحلة التالية فخليوكم معي بإذن الله فهذا هو الشكل للعجين كيف كيكون هانتوما يعني العجين رها مرخوفة كنأكد وكنأكد بزف بزف على النقطة اننا ما نقصحوش العجين ينقصحنا العجين فالغريبة غدا تجينا يعني قاسحة وما يقبطشنا الكوكو وغطلق لنا العجين الزيت فنردوا لبال هاد النقطة هاتي عندي هنا الكوكو كونكاسي ليس نصيبوغي في الدار وعندي هنا بايض البيض صافي وكان بدنا ناخد الغريبة كان ناخد القياس ديال 25 غرام حسن 26 غرام دائما الغريبات كنأخدمهم بالشكل البلدي باش كيجيوا عاطي للعين وكيجي الشكل ديالهم ازوين فكندوز الوجه ديال الغريبة فقط في بايض البيض وكندوز الوجه في الكوكو كونكاسي او للوز كونكاسي فتيبقى لكم اخواتي الاختيار سناخدوا اللاطات هندهنوا بشوية ديال الزيت وسنرشوها بشوية ديال الطحين وسنحطوا الغريبة وكنحاولوا نوركوا واحد شوية على الغريبة باش جينا الغريبة يعني نازلة ما تجيناش ما تبقاش انها الغريبة يعني طالعة وهي العجينة مرخوفة فالغريبة غادت زيت تنزل في الفران فكنوركوغي شوية باش كيجي الشكل ديالها بلدي وكتجي الغريبة زوينة وعاطي العين فكنحاولوا نبعدوا واحد شوية ما بين الغريبات بواحد واحد سنتيم او لواحد ونص وكندوز لوجه ديال الغريبة في بيض البيض ومن بعد كندوز لوجه ديال الغريبة في الكوكا وكنكاسي وكنوركو حد شوية كيما كتلاحظوا معي على الغريبة باش كتجين شوية نازلة ونستمر اخواتي بهالطريقة هادي حتى نكمن ان شاء الله الكيمية كلها اللي عندي هاد الغريبة هادي كتجيب واحد المضاق مميز وكتجيب بنينة بنينة وهشيشة ومقرمشة في نفس الوقت فنستمر بهاد الشكل هذا غير وجه فقط هو يتندوزه في الكوكا وكنكاسي هاد الشكل هادا ونستمرو ونطلق بكم ان شاء الله اخواتي في المرحلة التالية فخليوكم معي بإذن الله هاد المرحلة هادي شعلت الفران يسخن مزيان صافي بد ما كملت انا هاد اللاطة هادي فعندي لاطة كبيرة ولاطة صغيرة كيكون الفران سخن مزيان ونطلق بكم ان شاء الله اخواتي في المرحلة التالية فخليوكم معي بإذن الله فهنا كما كتلاحظو معايا بعد ما كملت الكيمية كلها غندخلو هاد الحلوى الفوق في الفران يعني العافية كتكون اسفل الغريبة حتى كتبانا الغريبة نزلت فرا غتلقوا يعني الغريبة تشقات وخاما من ديرج العافية في الوجه ديالا غتلقوا حتى الشقوقات تشكلونا في الغريبة وهدي هي اللاطة الثانية وانطلق بكم اخواتي في المرحلة التالية فخليوكم معي بإذن الله ان شاء الله تجربوها بصحة والراحة وتنال إعجابكم كتجي قمة في الرواعات الغريبة دي كتجي بنينا وانطلق بكم ان شاء الله في الشكل نهائي بإذن الله بوحد الصورة جميلة بزاف وكتجي مقرم شوه شيشة في نفس الوقت فان شاء الله أخواتي تجربوها بصحة والراحة وأي حاجة مواضحاش مزيان ممشروحاش مزيان خليواني ان شاء الله اخطأ علي قنجاوبكم عليها بإذن الله بالنسبة للكمية اللي اعطاتني هاد المكونات اللي اخدمت بيها او لهاد العجنة هادي اعطاتني كيلو وتمنمية قرام بالضبط ديال آه ديال الغريبة وبالنسبة لتمن البيع فانا تندفع هاد الغريبة هادي بخمسة وسبعين درهم الكيلو هذا هو التمن باش كندفع بي هاد الغريبة هادي وكن شكركم شكر كبير بزاف بزاف على حسن المتابعة ديالكم على تعليقاتكم وعلى التشجيع ديالكم وعلى كلامكم الطيب فشكرا شكرا لكم أخواتي واحد النقطة طريقة ديال الطيب مني كندخلو الغريبة الفرن يكون سخون مزيان العافية كتكون في الاول تحت الغريبة مني كتبنى الغريبة نزلات والتحمرات من التحت وبدت تحمارتي دور على الجنب ديال الغريبة تنزلوها لتحت لانا كنا لطة اخرى وتنضلو اللطة اللي عندنا الفوق وكننقصوا العافية في الوجه ديال الغريبة وكنبقوا كلها دقيقة كندورو في اللطة باش كنطيحوا بهالطريقة هادي لون موحد في التحمار ديال الغريبة سوى الغريبة او لا اي نوع ديال الحلويات او للمخبوزات فهذه الطريقة دائما اللي كنخدم بها وهنا كما كتلاحظة وغنقصم معكم هاد الحبة هادي وغدا نورك بيديها بهالشكل هذا باش نقرب بكم اخواتي للصورة اكثر ديال هاد الغريبة هادي فكتجيه شي شو كتجي مقرم شو بنينة بزاف بزاف وما بقى ليها الى نقول لكم تهلا وفراتكم زاف بزاف وإلى رقاء اخر في فيديو اخر في فكرة جديدة في وصفة جديدة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته